بتشوف ازاي مبارات منتخبنا الوطني النهاردة خصوصاً ان قد يكون اللعيبة مرهقين من 8 ساعات سفر حتى وان كان فيه فاصل اليوم بس فيه فرق توقيت فرق جو فرق في المرحب طبعاً بتفل مع حضرتك في البداية ان طبعاً مبارات النهاردة هي مباراة رغم ان هي تبدو سهلة وكتن البعض بيقول ان منتخب موريتانيا ده منتخب سهل لكن انا بقول ان منتخب موريتانيا او منتخبات الافريقية بشكل عام اصبحت خلاص تطورت بشكل كبير منتخب موريتانيا قدم مباراة قوية هنا رغم خسارته 2-0 على سيد القهرة لكنه قدم مباراة قوية كان منتخب منظم دفاعياً لعيبته عندهم قوة بدانية كبيرة النهاردة الماتش هيبقى مختلف جداً على الحصل في سيد القهرة موريتانيا بيهمها ان هي على الاقل تخرج من نتيجة التعادل تحقق نتيجة إيجابية تسعيدها على التأهل لان الشعب الموريتانيا بيحلم بانه هو يوصل لكاس الؤوم الافريقي عشرين وخمسة وعشرين النهاردة ان شاء الله كلنا متفائلين ان منتخب مصر بقية كابتر حسام حسن هيقدم مباراة كبيرة كان كابتر حسام يتكلم معه لعيبته في القصة دي أو في النقطة دي تحديداً ان منتخب موريتانيا على ارضه لا يستهان به لان انت هتلعابه على انجيل الصناعي بعد شواء هنتكلم عن فكرة انجيل الصناعي وازاي لعيبه منتخب مصر يلعبه عليه لكن كابتن حسام أكد على لعابة منتخب مصر أن لا بديل على أن أنت على الأقل تخرج من نقطة التعادل النهاردة بحيث أن نصل لنقطة العشرة ونتأهل لكأس الأم الأفريقية عشرين خمسة وعشرين طيب، إيه الخطة التي اعتمد عليها النهاردة كابتن حسام؟ بص هو الكابتن حسام في تدريباته سواء هنا بعد المباراة الأولى أو في التدريب الأخير هناك اللي هو كان مبارح بيلعب بطريقة متوازنة كابتن حسام دائما المكسب في دمه هو كابتن إبراهيم حسام هو رايح يلاعب موريتانيا على أرضهم وتكلم على لعابته على أنه حابب يكسب ماتش حابب يوصل لعلامة الكاملة حابب يقدم نفسه كمدير فن منتخب مصر كابتن حسام حسام يعاني من أزمة عنده هو شايف أن الجماهير كلها مش ملتفة حواليه شايف أن البعض بيقلل من أداءه مع منتخب مصر وأنه ما لعبش منتخب قوة حتى الآن فهو دائما يتكلم على لعابته أنه لابد أن أنت النهاردة مش رايح تلعب موريتانيا من أجل أن أنت تجيب نقطة عشان توصل لكاس النوم الأفريقية أو عايز حق المكسب هيلعب بطريقة متوازنة تبدو متوازنة لكنها تبدو برضو هيبقى فيها شق هجوم كبير على أساس أنه هيعتمد على لعابة زي عمر مرموش زي تريزيجيه زي يزيزو في الهجوم كلام ده كله هو شايف أنه هما كلعيبة لعيبة كبيرها تقدر تساعده على تحيي المكسب رغم أنه هيواجه موريتان على الأرض المنطقي أنه يلعب بأربعة تلاتة تلاتة علشان الأمان مدام إحنا بنلعب على بر الأرض بس أنا متخيلة لأن كابتن حسام دايما بيحب أنه يلعب كورة ويفرجنا ويمتعنا أعتقد أنه ممكن يلعب أربعة اثنين تلاتة واحد هو رغم لعب أربعة تلاتة تلاتة اثنين تلاتة واحد أنا بقول لحضرك أن كل لعيبة منتخب مصر جاهزين كل لعيبة عندها هم حتى كان فيه البعض دايما بيقول قبل تولي كابتن حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر أن لعيبة المنتخب مش هيكون على وفاق معها لكن أنا بقول لحضرك بعد تولي المهمة الأمر اختلف تماما هم أصبحوا مرتبطين بالكابتن حسام حسن وكابتن مراهيم حسن سدقيني لعيبة منتخب مصر بقول الجملة لدرجة طبعوا على بعض خلاص الطبعوا على بعض حتى دايما الناس اللي تتكلم على أن محمد صلاح كان فيه بينهم لأ كلاش والدنيا مش مزبوطة سدقيني قبل صفر محمد صلاح وعودته لإنجلترا تاني ببناء على طلبه وبعد قرار الكابتن حسام حسن أنه يعافيه من الصفر لموريتانيا العلاقة قوية جدا لعيبة منتخب مصر كلهم على قلب رجل واحد كلهم مع كابتن حسام حسن عايزين يحققه وحلم الشعب المصري أنه ما يوصلوا كأس الأم الأفريقية مش مجرد الوصول كمان لأن الكابتن حسام دايما بيتكلم مع العيبته أنه بيطمح في أن هو مش يوصل لأدوار النهاية في أم الأفريقية في المغرب لأنه يتوج بكأس الأم الأفريقية بعد غياب طويل حالك عارفة أن احنا ما حصدناهش من عشرين عشر